بيبدأ الفيلم في مدينة يونج يانج الصينية وبيحكي راوي الفيلم ان من عشرين سنة كان فيه بنتها تغرق في النهر وانقذها صاحب مطجر التابوت قول ان ما عندوش اولاد اتبنها وعاشت معاها على انها بنته وبتكون البنت دي اسمها العم سانجو وفي يوم ممطر بيجي المطجر التابوت ثلاث اشخاص شكلهم غريب ولبسين اسود وبيخبطوا على الباب وفتح لهم صاحب المطجر وبيطلبوا منه صناعة التابوت وبيدخلوا عنده وكان شكلهم غريب وجسمهم مش مبلول من المطر وبيمشوا كأنهم بيمشوا على الهواء ولما بيقعدوا بيسألهم صاحب المطجر عن نوع التابوت اللي هم طلبينه وعن موصفاته ومقاسه وبيقولوله تابوت من نوع خشب وطلاء شوشة ويكون مقاسك وصاحب المطجر بيكون عارف ان التابوت ده بتاع الموت المفاجئ وبيرمي الظهر علشان يقولهم على تمنه وهم بيدوله 30 قطع نقضية يعني اكتر من اللي هو طلبه بكتير وبيفضلوا قاعدين عنده ومستنيين المطر يهدى وبيندمج معهم صاحب المطجر وبيلعب معهم امار وبيكسب منهم فلوس كتير وفاجأة بتصحى لعمة سانجو من النوم وبتشوفهم وبتلاقي ان ملهمش ظل في النور وبتعرف انهم اشباح وبعد 6 ايام من اللي حصل بيجي عارف للمطجر وطلب يشرب وبيشوف صاحب المطجر وبيمسك ايده وبيقوله حكيلي على الحاجة الغريبة اللي حصلت معك وهو بيحكيلي على اللي حصل وبيعرف منه انه لعب معهم امار والعرف بيقوله انه لعب امار مع الاموات وده معناه انه هيموت يوم عيد ميلاده وصاحب المطجر بيخافه بيقوله بكرة عيد ميلاده وبيطلب منه يساعده والعرف بينصحه انه استخبى تحت التابوت طول الليل وده لان الاموات بتكون اجسامهم صلبة ومبتقدرش تنحني وبيسمع كلامه فعلا وبيستخبى تحت التابوت لكنه بيتفاجئ انهم بيقدروا يقفوا على رأسهم بالمقلوب ويعرفوا يلاقوه وتاني يوم بيلاقوا صاحب المطجر مشنوق بالحبل في البير ومات وادفن في التابوت اللي صنعوا بايده وبيمر 20 سنة والمدينة بقى اسمها مدينة الاشبح وبيفضلوا اهل المدينة يتكلموا عن اللي حصل وعن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في المدينة وبيكون في اتنين غراباء عند المدينة واقفين بيسمعوا كلام اهل المدينة واحد اسمه باهولو والتاني اسمه يانج وبيعرفوا اهل المدينة انهم صيادين كنوز ولما شافوا الجبال اللي في قريتهم قرروا يدخلوها ويجمعوا منها الكنوز الثمينة لكنهم انجرفوا منها الجبل ونزلوا القرية وبيقوموا الاعرج وبيتريع عليهم واحد تاني بيقول لهم ان سهل اي حد يدخل المدينة لكن اللي بيحاول يخرج منها بيموت والبلد دي اسمها مدينة الاشبح وبيحكي لهم قصة الحداد اللي حاول يسيب المدينة ويخرج لكن جالوا مسي شيطاني ورمى نفسه في فرن الفحم وراسه انصهرت وكمان النجار كان ناوي يهرب من الجبل وسط الاشجار لكن بيطعنوا فرع شجرة ولقوم يتعلق في الهوى ميت وكمان اللي حاول يهرب عن طريق المركب في المية وفجأة وسط النهر اتقلبت به المركب وتخنق تحت المية من غير سبب وحكالوا عن المعلم ليو اللي كان معطرد على الخرافات لكنهم لقوا راكع قدام بوابة معبد الجدة ودافن راسه في الارض وجالوا مسي شيطاني وبقى مجنون وبنشوف الراجل المجنون ليو وبيقول كلام غريب ومش مفهوم وماحدش بيهتم الكلامه وبعدين بيروحوا عند المتجر وبيشوفوا الجزار بيقطع لحمة على لوح خشب كبير وبيحس ينجئ ان اللوح جواه شيء سمين وعشان كده بيدفع مبلغ كبير للبيع علشان يشتري اللحمة ومعاها اللوح الخشبي وبيفرح البيع بالفلوس وبيقولهم خدوا اللحمة اللي تحتاجوها لكن لوح التقطيع مش للبيع وبيعرفوا ان المتجر دلوقتي ملك للعمة سانجو وفجأة بيلقوا واحدة اسمها لوتس وهي بنت العمة سانجو بالتبني وجاتوا معاها اهل المدينة وبتكون كلمتها مسموعة عند الناس وبتستغرب من انهم عايزين يشتروا لوح الخشب وبتشك فيهم وبترمي شوية دم على الخشب وبتلاقي الخشب مطصه وبتقمر اهل المدينة يقطعوا لوح الخشب وفعلا بيقطعوه وبيخرج منه كمية كبيرة من الدم وفجأة بتلاقي دودة حجمها كبير جدا بتخرج منها وبيتفزع كل الموجودين وبيحدفها يانج بسطور وبيقسمها نصين وبيخرج منها لقلوقة كبيرة وبياخدها يانج وبيفرح بيها لكن لوتس بتخطفها منهم وبتمشي بعدها بيظهر حاكم المدينة ومعا بنته شوية وكانوا ماشيين بيتفقدوا اهل المدينة وما بيكونش مبسوط بالتصرفات المجنونة بتاعت بنته وبتسيبه وبتدخل تقعد في الاستراحة مع لوتس وبييجي يانج وبهوله وبيقعدوا معهم وبتعجب شوية بيانج لكنه مش بيهتم بيها ولوتس بتسأل يانج ازاي يعرف ان قطعة الخشب فيها جوهرة ثمينة وهو بيقول لها ان دي شغلتهم من زمان وهم متضربين على كده وبتسألوا اللقلوقة دي وظيفتها ايه فبيقول لها انها بتمتص الطاقة من اللحوم وبتغزي الطاقة الداخلية للانسان واسمها في الاسطورة لقلوقة تجنب الرياح بعدها البنات بيمشوا وبييجي الراجل اللي بيحكي قصص الاشباح وفضل يحكي لهم اساطير مرعبة عن المدينة وكان في راجل عجوز قاعد في الترابيزة لجنبهم وسامع كل كلامهم وبيتنرفز لانه مش مقتنع بالخرافات اللي بيحكوها وبيقول لهم انه مش مصدق البدع اللي بيحكوا فيها اهل المدينة وانه ايمانه قوي وبيقول لهم ما تخافوش من الاشباح والصراخ في منتصف الليل مادمته ما بتعملوش حاجة غلط وبيسيبهم ويمشي وفجأة بيدخل ناس من اهل المدينة وشايلين الاعرج وجسمه كله مشلول وعلى وشك الموت وبيستعينوا بالحاكم والعمة سانجو انهم ينقذوه وبنرجع في الاشباك وبنشوف الاعرج وهو ماشي ومعها دميا ورق في الشارع وبيسألوا الحاكم هو بيعمل بها ايه والاعرج بيقول له انه اعزب ومش هيقدر يتجوز وانه طلب من العمة سانجو انها تصنع له دميا ورق علشان ياخدها زوجة ليه وهي الديتهاله وفي عرف واقف وبيقول له ان الدميا دي لا تصلح للاحياء وبيطلب منه يكتب كلمة على الورق علشان يقدر يتنبأ له والاعرج بيكتب كلمة واحدة على الورق وبتطير الورقة وبتقف على الخنجر وساعتها العرف بيتنبأ انه هيموت بعدها العم سانجو بتعمله تنوم مغناطيسي علشان يعرفوا ايه اللي حصل له في بيته وبتحرك قدامه مبخرة صغيرة وبيبانوا انه بيشم منها ريحة وبيعرفوا انه كان عايش مع الدميا وكأنها انسان معه في بيته وبيقعدها معها على الصفرة وبيتكلم معها كأنها زوجته وبينيمها كمان جنبه في السرير وفي يوم رجع من شغله وكان جايب لها هدية وهي علبة مكياج وجرح نفسه علشان يعمل لها عنين علشان يحس انها بتبصله وبتقول للعمة ان سبب اللي حصله انه استخدم دمه فعمل عنين للدميا الورق ودي هي القواعد وقالت لهم ودوه المستشفى وحرقوا الدميا وفي نفس الوقت بيعد الرجل المسن اللي بيبقى معطرد على التخريف ومش مقتنع بالأشباح وبيمشي وبيزعق في الناس بالكلام ده وبتكون في عربية دقيقة مع الدية جنبه وعملت عفر على هدومه وبيقعدوا قدامهم وبيتاريق وبيقول انه هيقعد يعد الأشباح اللي هتطلع قدامه وبيرد عليه الحاكم وبيفكروا بابنه اللي مات بسبب عدم احترامه للأشباح وبيحذروا انه بلاش يصخر منهم هو كمان لكنه مش بيرد على حد منهم وبيطلع كتاب يقرى فيه وعدسة مكبرة والعدسة بتحرق الكتاب بسبب الشمس والنار بتمسك في العجوز بسرعة ومش بيلحقوا ينقذوه وبتبقى كل الناس فاكرة انه داعي قابل أشباح وبييجي الراجل اللي بيحكي قصص الأشباح من المدينة وبيبلغ الحاكم ان الدميا الورقية اختفت بعدها بيظهر الأعرج وهو نايم في بيته وبنشوف الدميا من وراء الإزاز وبتفتح عليه الباب وتاني يوم الحاكم وأهل المدينة بيلاقوا الدميا قتله ووقفة قدامه متلبسة بالجريمة وبيتأكد الناس ان الأشباح هي اللي بتعمل كده وأهل المدينة بيقولوا ان الناس بدأت تموت بسبب وجود الشخصين الغرباء دول وبيخرج يانجي وبهولوا ومعهم الدميا ويانجي بيقول ان مش ممكن دميا وراء تقتل الناس وبيصخر منهم وبيحذرهم الحاكم من كلامهم وانهم لازم يقتنعوا بوجود الأشباح وبتلاحظ لوتس ان اللون الأحمر اختفى من شفايف الدميا وبتؤمر العم سانجو انهم يحرقوا الدميا بخشب الصفصاف بعدها العم سانجو بتكون نايمة وبتحلم بالماضي لما كان صاحب مطجر التابوت دايما بيعتدي عليها وبيضربها وبيعزبها كل ليلة وحطط له منوم في المشروب وشالته على ظهرها وهي حامل منه وراحت شنائته في البير وكان الأعرج ساعتها شايفها وهي بتموته وبعدين أنجبت منه طفلة ورامتها في الشارع وبعدين بتصحى من النوم وبتفضل تعايت من ذكرياتها وتاني يوم العم طلبت من لوتس تفتح بوابة البيت وشافوا جثة جديدة متعلقة قدام البيت بعدها كل الناس بيجروا وبيهربوا أول ما بيشوفوا يانجو أخوه باهولو ومعتقدين ان كل اللي هيتعامل معهم هيموت وبيجي واحد وبيسألهم عن مراته اللي مش لقيها من مبارح وبيدور عليها وبيبقوا مستغربين وبيستدعيهم ابن الحاكم في بيته وبيتكلم معهم وبيعرض على يانج خريطة لألاف الأميال من الجبال واللي بتكون ثروة سامينة جدا وبيوعيدوا بيها مقابل ان يانجي يتجاوز أخته اللي معجابة بيه جدا ويانجي بيرفض لأنه ما عندوش مشاعر ناحيتها وبتطلع بنت الحاكم منفعلة من كلامه وبتدائي أكتر لما بتسمع البغبغان بيقول لها انه مش معجب بيها وبتعايت وتمشي وبيتعصب عليه ابن الحاكم وبيقول له ان الناس في المدينة كانت عاوزة تقتلهم والحاكم هو اللي بيحميهم وبيشكروا يانجي على استقباله وبيمشوا وبيكون الحاكم متابع الموقف من بعيد وبيخرجوا وبيلاقوا الناس كلها بتجري علشان الرجل اللي بيدور على امراته لقاها ميتة في النهر وبيروحوا هم كمان يشوفوها وبيلاقوها ميتة في النهر وهي واقفة بشكل غريب وبيدخلوا في المياه علشان يحققوا في الحدثة ومن الواضح ان يانجي بيلاحظ حاجة لكن مش بيلحق يتكلم لان اهل البلد بيغضبوا منهم ومعتقدين ان هم السبب في كل اللي بيحصل لهم وبيكونوا عايزين يقتلوهم لكن بييجي ابن الحاكم وبيمنعهم وبعدين بيقولوا ليانجي واخوه انهم يروحوا مع لوتس لانهم حضر لهم مكان يقعدوا فيه وإلا الناس هتموتهم وبيروحوا مع حراس الحاكم وبوصلوهم لمعبد الحجر وبيطلبوا منهم يقضوا الليل كله هناك وما يخرجوش قبل الفجر علشان هيرحلوهم برا المدينة وبتيجي لوتس علشان تدهم الاكل اللي حضرتوا لهم العم سانجو وبياخدوا منها الاكل لكنها بتشاور ليانج ان في حاجة موجودة جوه الاكل وهو بيفهم وبيدخلوا المعبد لوحدهم وبيكونوا مزهولين من المكان وبيكونوا خايفين وبيولعوا الشامع والمصباح وبيفتحوا الاكل وبيلاقوا ان لوتس حط لهم لقلقة الرياح علشان تساعدهم وبنرجع للعمة اللي كانت قاعدة تشرب الشاي وبيدخل عليها ليول مجنون وبتتفاجئ انه بيتكلم بكل عقل وما طلعش مجنون وبتبقى مش مصدقة وبيقول لها انها بتخدع نفسها والناس وما فيش حاجة اسمها اشباح وبيعترف لها ان بنتها عايشة اللي رامتها من سنين وانه هو شافها وهي بترميها في الشارع واخدها ورباها والبنت دي تبقى لوتس العمة بتنهر من كلامه وبيقول لها انه قدمها لها علشان تكون تلمزتها وفي شرفها لو عرفه وبتطرده وبنرجع للشابين اللي محبوسين في معبد الحجر وبهوله وبدأ يحس بهلاوس وفجأة سمع الباب بيخطط وبيروح يشوف مين وبيفتح لكن بيلاقي نفسه في سرداب مظلم وبيفضل يعيط وينده على اخوه وبيشوف قدامه الاعرج داخل عليه وبيخاف منه لكنه بيلاقيه شبح وبيعد من خلاله وبيقع وبعدين بيلاقي نفسه في غابة عند معبد الجدة وبيفضل يضرب نفسه علشان يفوق لكن مفيش فايدة وبيشوف تمثال الرعب اللي هناك واقف قدامه وبيحاول يواجهه لكن طلع في الاخر انه بيهلوس واخوه واقف يتفرج عليه وبيرش في وشه مية علشان يفوق وبيفوق فعلا وبياخد منه اللقلقة اللي كان شايلها معاه وبيفضل ماشي بيها جوه المعبد وبيكتشف الريح اللي طلع من المصباح وبتملى المكان وبيروح عندها وبيعرف انهم بيخلطوا الزيت بحاجة بتسبب الهلوسة من خلال الدخان وبيطفوا المصباح واللقلقة بتقدر تبطل المفعول وفاجأة بيسمعوا صوت اللي جايين يقتلوهم وبيدخلوا عليهم الحراس لكن بيلقوهم شنئن نفسهم وبيفتكروا انهم كده تخلصوا منهم خلاص وبيعملوا حفلة كبيرة في المدينة على ارواحهم لاعتقادهم انهم كده تخلصوا من الشر وبتكون الحفلة في حضور كبار المدينة وبيطلع واحد على المسرح وبيتكلم لكن بيتفاجئ الجميع ان الشابين بيخرجوا من التوابيت بتاعتهم وانهم متوش وبيفضلوا يقولوا للناس انهم مش اشباح انما هم احياء وبيطلبوا منهم يقعودوا في مكانهم علشان هيوروهم عرض كبير وهيفهموا الناس حاجات كتير وهتكون مفاجأة لكن بيؤمروا الحاكم بالابض عليهم فورا لكن العم سانجو بترفض وبتخليهم يكملوا كلامهم وبيبتدوا الكلام عن الحاكم وبيقولوا ان رئيس قطع طرق وانه قتل كتير من الناس وسرق بيوتهم علشان يفضلوا تحت طعطب وانه زور اوراء المجلس علشان يكون حاكم عليهم بدل الحاكم السابق وبيخفي عن الناس وشه الحقيقي وبتنفع البنته من كلامهم وبتبقاش مصدقة وبيقول كمان ان قصص الاشباح والخرافات كانت من اختراع الحاكم وملهاش اساس من الصحة وبيطلب منه واحد من المدينة تفسير الحاجات الغريبة اللي بتحصل وبدأ ينجي في التفسير وبيطلع بودرة من جيبه وبيرميها قدامهم وبيقول ان ده مادة الفسفور الابيض اللي استخدموها مع الراجل المسن ورشوها عليه وهو ماشي في الطريق علشان تساعد في اشعاله بالنار ولما سألوهم عن موت الاعرج على ايد الدمية الولأ طلع لهم فطر غريب بيتولد في التابوت تحت الارض وبيتغزى على جثة المتوفي وبيكون اسمه الفطر السام ولما حد بيشمه او يدخلت مع الاكل او الشرب بيسبب الهلوسة واستخدمته العم سانجو في التنوم المغنطيسي للأعرج واستخدمته كمان كاحمر شفاء على الدمية علشان لما الاعرج يبوسها يتصب الهلوسة اما عن الزوجة الغرقانة في النهر فهي كان عندها كشك شاي وسمعت من الناس كلام ما كانش المفروض تسمعه وثابت الكشك وجرت عند النهر من خفها من انهم يقتلوها لكنهم لحقوها وقتلوها هناك وان يانج شاف افارة تعزيب كانت موجودة على رقابتها وقديها وثبتوها في النهر بحجر علشان يخدعوا الناس وفجأة بتقوم العمه وبتأكد على كلامهم وبتعترف ان هي اللي قتلت صاحب مطجر التابوت من 20 سنة مش الاشباح وانها اخترعت قصة الاشباح علشان تداري على جريمتها وبعد كده اضطرت تنفذ اوامر الحاكم لانه هددها انه هيفضحها وبتعترف كمان ان لوتس بنتها الحقيقية وبيقف له اللي كان عامل مجنون وبيأكد على كلامها وقال لها ما تكرهيش امك لان كان لها اسبابها واعتذرت لها امها انها ما كانتش الام المناسبة وبتحضنها وبطاعة الاوامر وإلا هيقتلهم كلهم وفضل يقتل في الناس كلها بشكل مجنون واي حد يحاول يهرب كان بيقتله ويانجي بيرمي فيه شبضرة الهلوسة وساعتها بيدخل الحاكم في الهلوسة وبيشوف كل الناس اللي تسبب في موتها قدامه وكأنه في كابوس مرعب وبيفضل اضربهم بالرصاص في كل اتجاه لكن بيفوق فجأة وبيكتشف انه قتل بنته بالغلط وبيتصدم وبينهار من حزنه عليها وبيقتل نفسه بعدها بيقرر الشابين انهم يسافروا برى المدينة من خلال النهر وبتودعهم لوتس وكل اهل المدينة عند النهر وبيشكروهم ودي نهاية الفيلم لو عجبك الملخص دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلكم كل ملخصاتنا الجديدة وشكرا للمشاهدة